أهلا بكم من جديد كما تحدثنا في البداية قديش الفرصة الثانية مهمة وهي كالنافذة في الحياة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية له دور كبير في إعطاء الفرصة الثانية إن كان من المستفدين وأيضا من الأشخاص بيع الأفكار الريادية اليوم معنا شاب وصبية لدينا مشروع في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية هتعرف عليه ونتعرف قديش فادوا المجتمع وكانوا فرصة ثانية في حياة العديد من الأشخاص اسمحون دكتور حمز مبيضين وأيضا الأستاذ ملشاك بي لنتعرف أكثر على مشاريعهم وكديش فادوا أشخاص حواليهم من ذوي الإعاقة أهلا وسهلا فيكم ومساة الخير اسمحون نبلش بليديس فرست يعني السيدات أولا يعني ملاك نتحدث عن مشروعك باستخدم تقنية الواقع الافتراضي لندخل في جلسات العلاج الطبيعي والوظيفي للأطفال ذوي الإعاقة التطبيق باستهدف الأطفال لعمرهم من 5 إلى 15 سنة باختلاف الإعاقات بما يناسب الإعاقة والمرحلة إنما أي للأطفال نعم دكتور حمز يعني الفرصة الثانية قديش مهمة في الحياة بشكل عام قبل من فوت ونتحدث على المشروع التبع حضرتك ستة الفرصة الثانية كثير مهمة الواحد إذا ما استثمر وجودها راح تروح عليه بشكل يعني راح يندم عليها لقدام بصراحة إحنا يعني الحمد لله أن في المملكة الأردنية الهاشمية كثير من الفرص وشباب بحاجة إلى فرص الأمانية الحمد لله إحنا كل القطاعات توجه دعمها للشباب فأنا من هذا المنبر أطلب أنه من الشباب أنهم يستثمروا هذه الفرصة الثانية في حال أنه لا سمح الله واحد صار عنده ظروف معينة لازم يرجع يوقف على رجلي مرة ثانية بحيث أنه يعني يرجع يعاود ويطور من نفسه قدر الإمكان دكتور حمزة نتحدث عن مشروعك ومشروعك مهم جدا للأشخاص الذين لديهم إعاقة سمعية تحدث عن هذا الموضوع احنا أول شيء مشروعنا اسمه أيدينا تتكلم للروبوت تم تأسيسه بالعام 2015 في منطقة لواء ماركا كونه أن المنطقة تفتقر لوجود مركز متخصص لتدريب الروبوت عملنا فريق مكون من ذوي الإعاقة السمعية في البدايات وشاركنا فيه في المسابقات بعدين تطورت الفكرة صرنا نعمل دمج ما بين الصم والسامعين صرنا نجيب بالسامعين نعلمهم لغة الإشارة قبل ما ندمجهم وبالتالي بصير عنا الطلاب السامعين عندهم يمتلكوا مهارة تعلم لغة الإشارة بعدين نجيب بالسامعين بصير فيه تواصل ما بينهم والحمد لله إحنا لغاية الآن صرنا مدربين 250 طالب تم تدريبهم على أساسيات لغة الإشارة وعلى تصميم وبرمجة الروبوتات وصدنا لحد معين أن نشارك في المسابقات المحلية ونمثل المملكة الأردنية الهاشمية في البطولات العربية والعالمية وتم إنجاز عدة مشاريع ريادية يعني دكتور حمزة والأستاذ ملاك تتشاركوا بإعطاء الأمل من خلال حضرتك ومشروعك بيركز أكثر على الإعاقة السمعية وملاك على الإعاقة الحركية قدش الأمل مهم جدا من خلال هذه المشاريع قدش بيعطي هذا الأشي دافع للأشخاص أنهم يستمروا بالحياة ويكونوا منتجين ملاك الأمل كثير مهم لو لا ما في حياة فهذا الهدف أنه نعطي للأطفال الرؤية للحياة للمواقع التي لم يكنوا يوصلون لها بسبب إعاقتهم الذي عامل لقيلهم كابوس من منظور الألعاب التي نقدمها بنفس الوقت يتعالج فهو ندمج بين اللعبة وبنفس الوقت بين الحياة ملاك أنت بتكملي ماجستير علم نفس فكديش اليوم في علم النفس مهم أنك تستغل الفرصة الثانية مهما كانت المشكلة لديك ودائما في مقول الجلال سيدنا أننا نحول التحديات إلى فرص فكديش هذا الأشي مهم صراحة هو كثير مهم وبالنسبة لإليك هو تحدي لنفسي قبل ما هو تحدي أنه أنا أبلش بهذا المشروع فهو أنه أنت كيف دخل تكنولوجيا مش موجودة أو موجودة بشكل ضئيل بالأردن لهاي الشريحة من المجتمع اللي هي حدثها كثير كبير ما يقارب 28 ألف طفل موجود بالأردن حسب آخر إحصائية فهي مهمة بحاجة للألعاب بما يناسب جيلهم هم جيل ألفة اللي كل حياتهم بيسر كل حياتهم موبايلات فهو يروح يتعالج بطرق تقليدية فهو ما فيه توافق بين طريقة العلاج وحياته تعرفوا أننا اليوم كنا دائما نتحدث عن الأمية والأمية هي مرتبطة بالكتابة والقراءة اليوم فيه الأمية الرقمية والأمية التكنولوجية اليوم من خلال هذه التطبيقات أو من خلال هذا المشروع لحضرتك كمان أيضا دكتور كيف اليوم يساعد الأطفال أن ينخرطوا ويندمجوا بالمشترك بكافة تفاصيله بعدا عن الانخراط نحكي الانخراط العادية والانخراط الظاهري للناس ولكن فيه هناك انخراط بالعديد من جهات الحياة نحن من خلال مشروعنا مثل ما أنت تفضلت قضية الدمج تحديدا نحن كثيرا نركز عليها وهو الهدف الأساسي للمشروع تبعنا نركز على الدمج نحن الحمد لله لغاية الآن التواصل ما بين الطلاب السماعين والصوم يتم بشكل يومي ومستمر بحيث أنه صاروا يروحوا مع بعض يطلعوا مع بعض يتواصلوا مع بعض بشكل أكبر صاروا يتبادلوا وخبرات ما بين بعض فكثير مهم هذه القضية ملاك اليوم من خلال الـ VR من خلال التطبيق اللي راح إن شاء الله خلال الأيام القادمة قادمة راح يبصر النور ورح يستخدموا العديد الأطفال كيف اختيار البيئات اللي مختلفة اللي ممكن ما يقدر يوصلها لشخص ذوي العقل حركية في حياته العادية ولكن من خلال الـ VR ومن خلال هذا التطبيق راح يقدر يوصله البيئة كثير مهمة خاصة أنه إحنا بنراعي المرحلة العمرية والمرحلة نمائية للطفل فطفل عمره خمس سنين أكيد ما راح يحطوه ببيئة نفس الطفل عمره خمسة عشر سنة فهذا الإشي كثير مهم بالنسبة لأينا نحن نحاول أنه نوصلهم لمكان هو مستحيل يوصله بسبب إعاقته مثل البحر هو الطفل عنده إعاقة حركية مستحيل يقدر يسبح أو أنه نشوف الكائنات البحرية فإحنا عم نحاول أنه نوصل لهم بطريقة العلاج لهذه البيئات يتسلق الجبل مثلا حسب طبعا التحدي اللي هو بواجهه فيشوف أماكن مرتفعة من قمة الجبل طيب نحن معنا النظارة الرقمية أو الـ VR كيف يتم استخدامها تشغيلها سهل تنربط طبعا هي تنحط على الأعين ومن خلال الأذرع المتحركة يقدر يتحرك فيها الطفل الاستخدام طبعا بيكون المعالج مدرب على استخدامها واستخدامها جدا بسيط الأذرع بيستخدمها المدرب وليس الطفل نفسه لا الطفل إذا كان وضعه الصحي بيسمح أن يستخدم الأذرع فأكيد بيستخدام الأذرع طبعا تحت إشراف المعالجين تصميمه جدا سهل وبسيط لأي معالج يقدر يفتح اللعبة يختار البيئة يشوف الأناليسز بعدما خلص الطفل اللعبة يقيم الحالة يحلل من خلال يقيم الحالة المرضية لطفل مدى التحصن من خلال التطبيق ومن خلال اللعبة أكيد فيها تجربية كيف كانت في استفادة؟ إحنا أصلا بالفترة التجربية لهاي الألعاب ليتم اعتمادها إن شاء الله من قبل وزارة الصحة لا تكون من ضمن الوسائل المعتمدة لهذا العلاج يعني دكتور حمزة حضرتك أستاذ في إحدى مدارسنا الحكومية كيف اليوم مثل هذه المبادرات بتساعد اليوم الدمج للطلاب وبتعطي خبرة أيضا للطلاب إنهم يقدروا يتعاملوا مع المختلف عنه بشكل عام مش فقط بالإعاقة السمعية نعم نحن نأمل دائما أن يكون التكنولوجيا وهي موجودة أصلا في مدارسنا ولكن نحن دائما نبحث عن التطوير نعم نبحث عن الأفكار الجديدة بحيث أن تطلع من أفكار الطلاب نفسهم وهذا اللي نشتغل عليه في مجموعة أفكار من عند الطلاب طلعت بالذكاء الاصطناعي لهم فعلنا إحنا تقنية الهولوغرام في مدارسنا تم تصوير أو خلنا نحكي تفعيل المواد العلمية من خلال تقنية الهولوغرام بمعنى على سبيل المثال مثلا كيف النبض بشتغل أو كيف الدورة الدموية بتتحرك تم تصويرها حولنا الصور والفيديوهات إلى تقنية الهولوغرام بحيث أنه يشعر الطالب أنه فعلا الإشي بيصير قدامه مش زي كأنه إحنا بتجيب ومنعرضه على اللوح بالعكس صار فيه تفاعل أكثر عنده الطلاب فالذكاء الاصطناعي كثير مهم في المدارس تفصل يعني لوما كانت هذه المبادرة تحديدا أو هذه الفرصة خلينا نحكي كيف كان اختلف الواقع اليوم للشخص ذوي الإعقاسم اليوم نحن وجدنا أنه فيه أفكار عنده الطلاب مهما كان عمره يعني بتتوقع أي شيء طفل عمره أو شاب عمره 9 سنوات مهما كانت الفكرة بتكون فعلا قوية يعني خلال التدريبات احنا صاروا معنا شغلة لما جبنا احنا الطلاب السامعين كانوا متوقعين أنه هم يريدهم يساعدوا الطلاب ذوي الإعاقة السامعية نعم بس صار العكس ذوي الإعاقة السامعية هم بالعكس واستفادوا منهم يعني الطلاب السامعين استفادوا من ذوي الإعاقة السامعية يعني قديش فعلا هذا الاشي كان كثير مميز وكان يعني منفت للنظر للأمانة يعني والطلاب السامعين استفادوا من خبرة ذوي الإعاقة السامعية وعندهم إبداع بصراحة احنا مرات من نجع نتذكر أيام كورونا الله غير عيدها ولكن كان لكم دور أيضا من خلال فترة كورونا بروبوت كان موجود تحدثنا عنه طلعت الفكرة من الطلاب ذوي الإعاقة السامعية أنه كان اختبارات الثانوية العامة قريبا فطلعت الفكرة أنه طيب الطلاب اللي بدهم يفوتوا على المدرسة كيف بدنا نضمن أنهم يكونوا نتعقموا فتم تصميم وبرمجة الروبوت من قبل الطلاب لتقييم الأيدي وتم استخدامه في إحدى القاعات وتم تفعيله في أكثر من المدرسة يعني الطلاب التوجيهي بدخل إلى القاعة بيحط إيله تحت الجهاز بحسسات معينة حسسات موجودة فتم الضغط على علبة التعقيم وبدخل إلى القاعة أكيد ملاك يعني هذا التطبيق قدش كمان رح يعطي فرصة للعديد من الأشخاص ضوية الإعاقة الحركية الهدف من هذا التطبيق أن يحسن الحياة للأطفال يعلمهم المهارات الحياتية لا يقدروا يتواصلوا مع المجتمع نقدر ندمجهم مع المجتمع بأكبر نسبة ممكنة لا يندمجوا بالمدارس رح يساعد متوقعة بتعمل بحطوا دراسة لأي مشروع بيقوموا فيه هل بتشوفي برأيك خلال تطبيقه خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى رح يكون له تأثير كبير على حياة الأشخاص ضوية الإعاقة أكيد هاي الطريقة هي مصبتة عالميا لاستخدام الواقع الافتراضي في حياة الأطفال ضوية الإعاقة فليه لا إحنا ما نكون من ضمن هاي الفكرة إنه إحنا نقدم هذا الإشي لأطفالنا اللي هم بحاجة لإلنا لقدم لهم أفضل الوسائل اللي يندمجوا داخل المجتمع نعم يعني دكتور حمزة قدش اليوم الشباب عندهم أفكار عديدة ومتنظمة وتعتبر فرصة ثانية إلهم وللعديد من الإشخاص الموجودين في الحياة وين مرح تلاقي فيه أفكار عند الشباب بس بحاجة إنه مين يمسك بإيديهم للأمانة يعني خصوصاً عندنا بالفريق يعني لما ندربنا الشباب وكذا لما تقعد معهم تسمعي منهم أفكار فعلاً أفكار كويسة بتخدم المجتمع يعني للأمانة إحنا فيه أفكار عند الطلاب بس إنه بدنا شوية دعم هسا هنا إجا دور الصندوق للأمانة يعني تم دعمنا من خلال تحدي الريادة المجتمعية حصلنا على دعم إحنا في البدايات مكانش عندنا جهاز روبوت كنا نستعيره من حد المدارس بعدين لما صار عندنا الدعم صار في عنا أكثر من جهاز روبوت صار بإمكان أي فكرة موجودة عند هذول الطلاب ينطبقها بسهولة ليش؟ لأنه الأفكار موجودة بس بحاجة إلى أدوات والحمد لله تم توفير الأدوات الموبعة قديش اليوم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ساعتكم في إيصال مشاريعكم وكان هو فرصة ثانية لكم أو للمجتمع؟ إحنا هنا بنحكي هنا الفرصة الثانية كانت إحنا لما نأتي نحكي أنه ما كانش عندنا إشي كجهاز روبوت صحيح بس لما إجتنا الفرصة الثانية اللي هو صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ما قصروا صحيح وما زالوا للآن بتم دعمنا دعنا نحكي معنويا بتم التواصل ومنحكي لهم عن الإنجازات اللي إحنا بنحققها الساهم بشكل فعال في إنه إحنا نحقق إنجازات نعم كمان خلق نوع من المنافسة الإيجابية بين الشباب كيف أنا لما أشوف والله شاب زي إنه والله صار عنده فرصة ثانية من خلال الصندوق وطبق فكرته فبصير نوع من المنافسة الإيجابية وحتى بجوزة تشاركية مثلا مثل هذا المشروع ممكن إحنا لقدام يصير في عنا تعاون ما بين مشروعنا ومشروعهم ممكن أكيد طبعا فهنا يعني كديش أثر الصندوق صار بشكل مستمر مش بشكل خلالنا نحكي مؤقت صحيح بالعكس ملاك الصندوق صراحه كان بالنسبة إلنا الفرصة الأولى والثانية لأنه أول جهة حكومية دعمتنا لنبلش بفكرته وما زالهم يعني إحنا تحت إشرافهم وتحت دعمهم كان دعم ماضي أو دعم فني لألنا بس من خلال مختبر الألعاب لأنه الـ VR هو عبارة عن تكنولوجيا جديدة فإحنا أول بأول عم نرجع لهم لنطور هاي الفكرة بما يلائم الأطفال يعني إحنا فخورين فيكم جدا ويعني نتمنى يكون هناك العديد من الأمثلة وأنا بعرف أن هناك مئات من الأمثلة اللي بكون عندهم هذا الدافع والشغف أنهم يكونوا الفرصة الثانية للجميع وأنتوا كمان وأنتوا كمان فرصة أولى وثانية للأشخاص الموجودين حواليكم شكرا لإلكم ونتمنى لكم كل التوفيق شكرا لكم على هذه الاستضافة والشكر أيضا للصندوق وكل حدا دعمنا شكرا لأيكم ويعطيك ألفاء أهلا وفاصل ومستمرين معكم في كل الكل من نشمية العواصم عمان إلى كل العواصم العربية